أجواء من الترقب الحذري رفقت الإعلان عن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا فالخلافات والانقسام داخل مجلس النواب قد تحول دون منحها الثقة في الأجال المحددة انقسام المؤسسة التشريعية يسلط الضوء على التحديات التي ربما تواجهها حكومة عبد الحميد البيبة حكومة يتوجب عليه تشكيلها قبل السادس والعشرين من الشهر الجاري وتقديم برنامج عملها إلى البرلماني في التاسع عشر من مارس المقبل للمصادقة عليه في جلسة عامة الآن مشاورات هي فقط في المسائل التفصيلية في مكان الانعقاد وتاريخ الجلسة فقط لكن هناك قاعدة واسعة من مجلس النواب والآن مباحثات لحلحلة هذه المسائل التفصيلية متعلقة بالمجلس تفاؤل يرافقه خلط للأوراق بعد صدور دعوتين منفصلتين عن النواب في الشرق والغرب لعقد جلسة كل في مقره لرعب الصدع ما يؤشر على عدم وضوح في الصلاحية والسلطة بين الكيانات القائمة من حق البرلمان أن الاجتماع الأنوى أو البنود هو اختيار رئيس جديد البرلمان وأعتقد أنه ليس في صالح هذا الاجتماع البرلمان لذلك ستنقل تشكيلة الحكومة إلى 75 عضو عضو لجنة الحوار منح التقال لديه مرحلة انتقالية صعبة سيحاول قادتها الجدد إعادة ترتيب البيت الداخلي بتوحيد السلطة التنفيذية المقسمة منذ عام 2014 والشروع في تطبيق حزمة من الإجراءات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تفضي إلى إرساء مؤسسات حكم دائمة خلال عام 2021 ينتظر الجميع هنا اجتماع نواب البرلمان بشقيه خلال الفترة المقبلة في جلسة رسمية استثنائية جلسة تأتي للتصويت على منح الثقة لحكومة الفترة الانتقالية وسط أمال بأن تنجح في مواجهة التحديات استعدادا للانتخابات القادمة نهاية هذا العام عبد النصر خالد العربي طرابلس عبت النصر